بسم الله الرحمن الرحيم معنا التناسب يعني ايه تناسب؟ التناسب هو تساوي نسبتين او اكتر يعني لو جايب لي في المسألة اكتر من نسبتين او نسبتين وما بينهم علامة تساوي يبقى ده بنسميه تناسب زي في المثال ده بيقول لي الف على بيه هادي النسبة الاولى ما هي النسبة ممكن نكتبها الف الى بيه الشكل بتاع النسبة او في صورة كسر ألف على به يبقى النسبة الأولى ألف على به بتساوي النسبة التانية اللي هي جيم على دال يبقى كده عندي نسبتين بيساوي بعض يبقى في الحالة دي الألف والبي والجيم والدال اللي أربع حدود دول بنسميهم تناسب طب بالترتيب كده الحد الأول هو الألف الحد التاني هو البي الحد التالت هو الجيم الحد الرابع هو دال يبقى بالترتيب الحد الأول النسبة الاولى فيها الحد الاول والحد التاني بعد كده النسبة التانية حد التالت على الحد الرابع طيب اخر حدين عندي او اول حد واخر حد الالف والدال دول بنسميهم طرفين طرفين التناسب والحدين اللي في النص التاني والتالت البيه والجيم دول بنسميهم وسطين طالما عندي تناسب يبقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يعني لو جيت في اي نسبتين بديهم لي بالشكل ده ضربت الف فدل الف فدل هتطلع بتساوي به في جيم يبقى حاصل ضرب الطرفين بتساوي حاصل ضرب الوسطين في اي تناسب ما بين اي نسبتين زي ما كنا بناخد تقريبا في النسبة احنا عملنا الحركة دي كتير جدا اللي هو علامة المقص حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين انا عندي هنا ست نسب متساوية الكل اللي في الجدول ده النسبة الاولى واحد ونص على تسعة والنسبة التانية اتنين على تناشر النسبة التالتة تلاتة ونص على كام طب علشان نجيب النقطة اللي هنا بنعمل ايه من الوحدة الاولى من النسبة كنا بنعمل ايه بنضرب تلاتة ونص في اتناشر واللي بيطلع بنقسمه على اتنين يبقى هنجيب الحد الرابع اللي هو الواحد وعشرين النسبة اللي بعد كده الخيان قال لي بعد كده علشان اجيب النقط اللي هي تحت الخمسة هو مش حاطيت لي نقط بس احنا فاهمين يعني اللي اجيب اللي تحت الخمسة ازاي بها اضرب خمسة في واحد وعشرين على تلاتة ونص هيتلع عندي بتلاتين يبقى اللي هو حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين عندي الوسطين بضربهم في بعض واللي هيتلع بقسمه على الحد من اللي هو الطرفين الحد اللي موجود عندي من الطرفين عشان او الطرف الرابع اللي هو الحد الرابع يعني نفس الكلام عشان اجيب اللي عليه دايرة دا يبقى هضرب ستة ونص في تلاتين على خمسة هيتلعب تسعة وتلاتين واخر حد يبقى هضرب عشرة واربعة من عشرة في تسعة وتلاتين على ستة ونص هيديني اتنين وستين واربعة من عشرة يبقى دايما علشان اجيب لحد رابع او اي حد بعمل ايه طرفين حاصل ضرب الطرفين بيتساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى هضرب كده ده هو الشكل اللي اخدناه في النسبة اللي هو بتاع المقصة طيب احضر Lehrer على طول 3 في 2.7 من 10 على 5.4 من 10 علشان اجيب الحد الثالث بالترتيب كده اثناء الحد الاول 5.4 من 10 ده الحد الثاني اللي احنا جبناه دلوقتي اللي هو 1.5 ده الحد الثالث واخر حاجة ده الحد الربع طيب ما كتبهم ليش في الشكل التقليد بتاع النسبة اللي احنا اخدناهم اللي هو كسر بيساوي كسر الحد الاول على الحد التاني بيساوي الحد التالت على الحد الرابع فنعمل ايه? هنرتبهم بنفس الترتيب ده. حد الاول على الحد التاني يبقى خمسة على عشرة. دي النسبة الاولى. بتساوي الحد التالت على الحد الرابع. اللي هي سبعة ونص على كام نقط? يبقى لعشان نجيب النقط دي بنعمل ايه? بندرب سبعة ونص فعشرة على خمسة. كل الكلام ده على الحزبة وهنشوفه على طول هيطلع بكام? هيطلع خمستواشر. لو جيت هتأكد وضربت خمسة في خمسة عشر هلاقيها بنفس ايه بنفس حاصل ضرب الوسطين يعني بعد ما خلصت هعمل كده هضرب الاتنين اللي هما الوسطين واشوفهم بكام والطرفين واشوفهم بكام هلاقي الاتنين متساوية عشان هتأكد ان هما نسبة مظبوطة طيب عايزين نجيب الحد الاول يبقى حط الحد الاول اللي هو النقط على تمانية ازي النسبة الاولى بتساوي الحد التالت على الرابع يبقى ستاشر على اربعة وستين علشان اجيب الحد الاول هعمل ايه هضرب ستاشر في تمانية واللي هيطلع هقسمه على اربعة وستين على طول على اقل الحسبة هيطلع لي باتنين طب ايه وجد الحد الرابع يبقى على طول هنحط حد اول على حد تاني بيساوي الحد التالت على حد الرابع تلاتة على الستة لأول نسبة بتساوي تمانية على نقط اللي هو الحد الرابع اللي عايزني اجيبه نعمل ايه هنضرب ستة في تمانية على تلاتة ستة في تمانية بتمانية واربعين على تلاتة هتطلع بستاشر مزبوط كده مزبوط ايه وجد قيمة سين السين دي هي الحد التاني هنحط المسألة في الشكل بتاعها لتناسب التقليد الحد الاول على الحد التاني يبقى ستة على سين بتساوي الحد التالت على الحد الرابع يبقى بتساوي تلاتة على خمسة بقت سهلة كده نقدر نقول حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى هنضرب ستة في خمسة بتلاتين على التلاتة تديني عشرة مزبوط احنا بنسبة الحل ستة في خمسة بتلاتين على تلاتة على طول بعشرة يبقى الحد اللي احنا كنا عايزين واللي هو التاني بعشرة سين بعشرة على طول طيب ايه وجد قيمة سين ومديني سين زائد واحد ده الحد الاول على عشرة اللي هو الحد التاني بيساوي اتنين على خمسة نعمل ايه برضو نفس الطريقة الحد الاول كله على بعضه اللي هو سين زائد واحد كله على بعضه بيساوي ايه اتنين فعشرة على خمسة اللي هجيبه ده مش سين ده سين زائد واحد ده الحد كله على بعضه كل اللي موجود فوق في البسط الاولاني يبقى سين زائد واحد بيساوي اتنين فعشرة على خمسة طيب اتنين فعشرة بعشرين على خمسة هتديني اربعة يبقى سين زائد واحد على بعضها باربعة طيب كاني بقول كام زائد واحد يدين اربعة ايه الرقم اللي لو زودت عليه واحد يدين اربعة طبعا لتلاتة تلاتة زائد واحد باربعة يبقى السين بكام بتلاتة يبقى لشان نجيب السين بس بقول ايه اربعة ناقص واحد تديني تلاتة او يعني كام زائد واحد تديني اربعة نفس الطريقة لشان نجيب سين زائد عشرة اللي هو الحد التاني كله على بعضه هندرب اتنين في خمسة وسبعين على عشر اتنين في خمسة وسبعين بمية وخمسين على عشرة فيها الخمستاشر. يبقى السين زائد عشرة هتديني كام خمستاشر. طبعا الكلام ده بتحلوه انتوا على الالة الحزبة. اللي المفروض اصلا بتتحل كده من غير الالة الحزبة لان ارقام انا جايبها سهلة. مش صعبة يعني مش للدرجة ان احنا همحلها على الالة الحزبة. بس ايا كان. خلاص. سين زائد عشرة بساوي خمستاشر. يا ترى الرقم اللي زودنا عليه عشرة يديني خمستاشر. طبعا خمسة زائد عشرة بخمستاشر. طيب عايزين اتنين سين. طبعا احنا عايزين نجيب السين بس بنغير اتنين بس احنا هنشوف الاول. اتنين سين ده هو الحد التاني. يبقى احنا بنجيب الحد كله على بعضه. ازاي? تلاتة في ستة على واحد. يبقى اللي هيتجاب دلوقتي هو اتنين سين. الحد كله على بعضه زي ما مديهولي. يبقى اللي اتنين سين هتديني تلاتة في ستة. تمنتاشر على واحد يعني برضو بطمنتاشر. ده مين? ده اللي اتنين سين. يعني اتنين سين يعني اتنين في سين بس هو شايله علامة في فنفهم اتنين سين معناها اتنين في سين بس هو بيشيل علامة الضرب يعني فاتنين في كم بطمانتاشر اتنين في تسعة بطمانتاشر يبقى السين بكام بتسعة اي من هذه المجموعات يمثل تناسبا ايه في المجموعات دي في هيديني لسه كزا مسألة يعني بيقولي ده تناسب ولا لأ طيب علشان يبقى تناسب المفروض النسبة الاولى تبقى بتساوي النسبة التانية يبقى نحطهم في شكل النسب الحد الاول على الحد التاني بيساوي الحد التالت على الحد الرابع صح يبقى اربعة ونص على ستة المفروض تساوي واحد ونص على اتنين طب يعني المفروض حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوساطين طب اول حاجة الطرفين ايه هما الاربعة ونص والاتنين نضربهم في بعد كده. اربعة ونص في اتنين هتديني تسعة. طب يا ترى حاصل ضرب الوساطين هيديني تسعة برضو. الوساطين اللي هما الستة ولاحد ونص يبقى ستة في واحد ونص هتديني كام? تسعة. يبقى فعلا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوساطين طالما اتحقق الشرط ده. يبقى الاربع حدود اللي مدهم لي بيعملولي تناسب. طيب يا ترى دول التناسب مسألة تانية. طب من غير ما نحطهم بقى حتى في الشكل بتاع التناسب اللي هو خمسة على الاربعة بيساوي عشرة على الست. عارفين الطرفين فين? اخر اتنين. الخمسة وستة. اللي بره دول. والوساطين الاتنين اللي في النص. يا ترى الطرفين لما نضربهم في بعض. يعني نضرب خمسة في ست. هيدوني كام? تلاتين. طيب ده حاصل ضرب الطرفين. ومال حاصل ضرب الوساطين الرقمين اللي في النص. لما نضربهم كده هنلاقي اربعة في عشرة. اربعة في عشرة. باربعين. يا ترى حاصل ضرب الطرفين طلع بيساوي حاصل ضرب الوساطين? ولا عندي هنا تلاتين وده اربعين? يبقى حاصل ضرب الطرفين مش بيساوي حاصل ضرب الوساطين. يبقى الاربع حدود اللي مدهم لدول اكيد لا يمثلوا تناسب. يبقى ما ينفعش خمسة على اربعة ما بتسويش عشر على ستة. النسبتين اللي مدهم لي او الاربع حدود اللي مدهم لي ما يعملوا ليش تناسب.